عقدت شعبة القوى البشرية التابعة لهيئة الإسناد اللوجستي اجتماعا دوريا بأركانها في الدوائر التابعة للهيئة في إطار العمل المؤسسي والنهوض بالقوى البشرية تأهيلا وتدريبا جرى خلال اللقاء الذي عقد برئاسة رئيس شعبة القوى البشرية في الهيئة العقيد خالد العلفي جرى مناقشة موضوع لجنة التمام من رئاسة الهيئة من كافة الدوائر واستكمال قاعدة البيانات لتسهيل مهام إركانات البشرية ومعرفة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها كما ناقش الاجتماع سير عامل لجنة البصمة المشكلة من دائرة أشؤون الأفراد لتوحيد البيانات والتدقيق عليها ومعالجة مشكلة الازدواجية والرفع بالتسويات المستحقة إضافة إلى مناقشة سبل تدليل المعوقات والنهوض بعمل الهيئة واستكمال التدريب في كافة المجالات وتنفيذ الخطط المرسومة بما يسهم في الاستمرار في إنجاز المهام ومواكبة المرحب ترجمة نانسي قنقر